طب هي نصحتك بأي مرة؟ أه جت علي فترة بعد طراب الماس كده وممكن نبقى نجيله يعني كنت شوية متغير وأنا مش داريان فكان صوتي بيعلى صوتي بيعلى قوي فهي يعني حبيبة قلبي كانت تتأثر وما تقولش فهم اللي قالوا لي إنه ساندرا بتتأثر بصوتك العالي جدا وإنت ده حصل لك من الفيلم كان بعد فأحكي لك بالتفصيل لما نجيله فنيا كنت أنا وكريم بنتكلم أحكي لك زي ما انت حابب فالنصيحة اللي نصحتها لي أياميها هجيلك ده لو اتكلمنا على تراب المسك علشان ما دخلش الدنيا ببعضها فهي جات قالتلي بابا ممكن ما تعليش صوتك طلع كل مشاعرك اعمل اللي انت عايز تعمله هنحس بيك جدا بس بدون ما تعلي صوتك ورعيت جدا الفكرة دي ولأن كمان حصل موقف مع يوسف إنه اتوتر جدا من علوة صوتي كنت تبقى انفجر بلا إرادة من غير ما أبقى مسيطر على نفسي فدي أهم النصيحة ده قلتلي ممكن ما تبقاش تعلي صوتك قوي يعني بلاش تعبر بالشكل ده مشترقتك مشواردين عليك كده مشترقتك بالزبط بالزبط فبقيت رعي جدا انه الواحد يحتفظ بمشاعره ويعبر بالشكل اللائق اشتركوا في القناة